اشتركوا في القناة وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرص الوطني وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الأمير مشعل بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد ظهر اليوم إلى المنطقة الشرقية قادما من الرياض وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات في المطار أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين في المنطقة الشرقية من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين